السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدروات اللي احنا عايزين نرسم اي شكل سويات الابعاد في برنامج سينكرو بروح للسري دي ولايه هنا كريت سري دي بقوله اختار بوكس او سفير او سلندر او ممكن اجي هنا في اي مساحة فاضي اقول له كريت والاقي الاشكال الموجودة هي اختار الحاج اللي نعيس اقول لكم مسلا هرسم سلندر فابدأ ارسم سلندر بتاعتي ده نص القطر وبعد كده ده الارتفاع بتاعها بقول لي اختار لها اسم وبعد كده اصينتو نير سورس طيب دلاتي بقى عايز تحكم في الشكل دوت نعمل سلكت عليه واقول له انا عايز اا من وندو هورا اقول له انا عايز سري دي بروبارتس سري دي بروبارتس اول ما بختار الشكل بيبدأ بقى يقول لي انت عايز تستعمل مسلا روتيت فتبدأ تختار الزوال انت عايزها بتقول له مسلا عايزها من روتيت تمام اا عايز تعمل النقل بتقول له مسلا اا عايزها نقل مسلا خمسين تنزليت فيبدأ ايان الشكل اه بالشكل دوت ممكن تخليها للموقع بتاعه او او بالشكل دوت ممكن اقول له مسلا نغير لي في السكيل مسلا بتاعه الزد خلي الزد مسلا من اتنين ممكن تعمل ممكن تعمل مجر ممكن يعني في خصاص كترة جدا تقدر تحكم فيها في الشكل دوت وبش بس الحالة اللي انت رسمها سري دي لأ حتى لو انت بدخل شكل بالاشكال وليكن مسلا الكرين كان فيه كرين هوت تمام الكرين دوت ممكن ننقله ادوس النرايك وقول له انا عايز اعمل اديت بقول له ممكن نقول له الشكل دوت انا عايز اغير السكيل بتاعه مسلا عايز الزد دي بقى اتنين مسلا اربط تلاتة بالشكل دوت ترجمة نانسي قنقر